لو حلمك له طول وعرض وارتفاع تقدر تحققه حتى ولو كانت الشوارع ديئة والأماني بعيدة لأن إرادة الإنسان بتغير طعم الحياة نسأل كيرو أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية من عنويين حلقتنا النهاردة أمار رزق سعيدة بنجاح كلام على ورق وهنتج قريب عندي برضو عملين دراما لسه بقراهم المخرج أحمد فوزي ناشط في حركة عيال فيلم جديد للأطفال النجم ما هو إلا أن الأطفال تقلدوا بيقتدوا بيكا يعتبر قدوة يعني أحمد فتحي سعيد بتقديم فيلم كوميدي للأطفال سينما الأطفال دي مهمة جدا في العالم كله حي فوابي تغاني لأول مرة بالإنجليزية في كليب عالمي رغم ابتعاد الفنان عمري دياب عن وسائل الإعلام والصحف إلا أن جمهوره بيتابع دايما أخباره بشغف وحب كبير جدا مع قرب طرح ألبومه الجديد خاصة من أيام طرح الفنان عمري دياب على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب مقاطع بسيطة جدا من بعض أغاني ألبومه الجديد واللي بيحمل عنوان شفت الأيام والمقرر طرحه تجاري يوم 20 سبتمبر الجاري لكن الزميلة هانا موسى كتبت فيه اليوم السابع تقرير عن الهضبة تحت عنوان مؤامرة روتانا ضد عمري دياب وقالت فيه أن شركة روتانا قامت بتسريب أغنية جماله كاملة ونشرتها على الموقع الخاص بيها والمشكلة مش بس في تسريب الأغنية قبل طرح الألبوم في السوق لكن المشكلة هي تشويه صوت الفنان عمري دياب والحقيقة ظهر صوته بشكل رفيع جدا وده الأمر اللي بيكشف عن وجود مؤامرة لتشويه الفنان عمري دياب وبيأكد التقرير أن الهدف هو التأثير على شعبية ونجومية عمري دياب لصالح أحد المطربين من الخليج وعلى صعيد الحقيقة آخر هدد عدد من جمهور عمري دياب بمقاطعة روتانا وطلبوا من المحبين لعمر بمقاطعة كل نجوم الشركة وعدم شراء ألبوماتهم هنروح لجريدة الوطن وتصريح للفنانة أمر رزق بتقول فيه أدخل مجال الإنتاج الفني بمسلسل ضخم اتكلمت الفنانة أمر رزق وقالت أنها نوية أنها تدخل مجال الإنتاج الفني العام القادم من خلال مسلسل درامي ضخم أما عن ردود الأفعال عن درها فم وسلسل كلام على ورق واللي عرض في رمضان الماضي قالت أنها سعيدة جدا بالعمل اللي قدمها الحقيقة بشكل جديد ومختلف والشخصية اللي قدمتها الحقيقة كانت شخصية صعبة جدا ومعقدة اتكلمت كمان عن الكدر المائل اللي استخدمه المخرج محمد سامي وقالت أنه أصد بي هو التعبير عن حال الدنيا المقلوب كاميرا بالألوان الطبعية التقت بالفنانة أمر رزق واللي هتكلمنا عن مغامرتها الجديدة في الإنتاج ودخلها عالم الإنتاج الفني السنة القادمة في مسلسل درامي ضخم تعالوا نشوفها تقول لنا إيه أمر رزق وعن كمان أعمالها الفنية القادمة طب يلا أنا مستنيك صافي فستانك يجن بجد مرسي أو يجوجو بس كنا هيبقى على حبيبها أحلى أنت إيه اللي وقفت معايا أصلا ولا حاجة حبيت بس أقول لك إن حبيبها بل دايما كل واحد بيبقى عنده نقط أو حاجات المخرج لما بيقدر يخش جواك أو يعلع فيها بيقدر يطلعها دايما الفنان اللي بيحبت شغلنا دي بجد دايما بيقول أنا ما عملتش وعلى طول دايما كل ما تعمل حاجة تقولي أنا لسه ما عملتش أنا حاسة أنا ما عملتش ولا حاجة فده ده لأن جواكي حاجات كتير قوي هو المخرج الشطر يقدر يطلعها بقى يعني أنا ما كنتش تخلى إن أنا ممكن أعمل اللي محمد سامي بيقوله يعني الحاجات اللي مثلا نسكلم على الورق وأقفت حد عيفة وأعمل مش عارف إيه كده حصلت معي برضو قبل كده في ولاد الأكابر لما عملت الدرور الخدامة مع أستاذ حسين عمارة بقيت أقوله أنا هعمل كده أقولي آه تعامليه هتعمليه كويس فالمخرج الشطر يقدر يطلع منك الحاجات اللي مش شبهك أو الحاجات اللي انت بتقدرش يعمليها في الحياة فده بتقولي إن ده مخرج شطر وإن الممثل اللي قدامه كمان ممثل بجد يعني الشطر أن انت تخلي ممثل يعمل اللي مش شكله وإن اللي شكلك ما تعملهوش داري على مير دور على مرهوان ما أنا دل 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 لطيف بقى يعني أنت بيش فهمة يعني أنت بيش فهمة دي شخصية أمل نفسها اللي احنا عارفينها بجد دي شخصية صافي آآ الستة دي بتعمل كده ليه آآ هي دي شطارة إنما هو بقى تصهر قد أنت بتتفرجي بقى بتعمعونا هتعرفين الستة دي واحدة بتدفع عن بيتها آآ بتدفع عنه بقى بشر بتدفع عنه بصدق بتدفع عنه بس هي عندها وجع كل واحد بيختلف فينا أنا قدر أدفع عن وجعي بإن أنا بقى مسكينة وتظل ما أخد حقي بطريقة تانية متمسكينة وحرام لأ وفي واحدة تقدر تدفع بعنفوين لأن هي شخصيتها جريئة وفي واحدة تقدر تدفع عشان هو ده الصح يلا نسلم عن الناس شطورة حبيبة فستان هيجنن آآ تعبني شوية لأن كان فيه حالات متزفزبة يعني بمثل قدام جوزي بشكل وأنا لسه مسلطة على ستة تقتل وبمثل قدام ابني بشكل وأنا لسه عاملة عازة آآ 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 أفسخة العلاقة اللي بينه وبينها اللي هو بيحبها بس هو ده كله خوف خوف عليه مهم الاتنين خوف على البيت والكيان اللي أنا عملته في السنين دي كلها نواية هاد فيسراعة جواها هي مش عايزة تعمل كده بدليل إن هي بقى تعمل كل حاجة فبيجي لها لحظات تعطمها بسبب تبقى تحسينيها حزينة يا مش في مؤلفين مفيش ولا حرف عليهم لا غبار عليهم يعني بتقدريش تحطي كلمة فوسط كلامه لانك بتفقدي معناه لانه تبقى لغات حوار ونعمة بيبقى هو فيه دفء على حسب لو سعيدي بيبقى هو عارف وماشي مع الصيغة بتاعته كله ده لو كاتب من الكتاب اللي هم العظامة اللي احنا منتكلم عنهم اللي لهم تاريخ وسكن ده ما تقدريش لا غبار عليهم من فيهش حد يخش معاوت قوي مثلا اشرف على السيناريو زي طبعا العظيم اللي رحمه وسابق عن ورقاشة وطبعا اللي موجودين كلهم على راسنا يعني انما دلوقتي انا شايف ان احنا في الايام الجديدة في الحديثة مع الشباب مع الفكر الجديد ومعرفش ايه انا بفضل الورشة يعني انا بفضل الورشة بس بقى كلهم جداد بفكر جديد ويقودهم ليدر كويس اللي هو المخرج يبقى بيفهم في الورق فيلم فبراير الاسود انا بعتز بيه فنية لانه كيمة فنية لو استاذ محمد امين طبعا وانا عملته مع الجميل لانا بحبه خالد صالح ففبراير الاسود اتظلم في عرضه يعني ده لو كانت عمل يعني اتعرض فوقتي تانية كان فرق جدا معي ومع كل القائمين على الفيلم يعني انا نفسي الشغل في سينما انا عندي افلام سينما عندي فيلمين مبتتش فيهم عندي برضو عملين دراما لسه بقراهم اعتقدت لسه شوية انا احتمال ان شاء الله يا رب حصري هولدريم اخش انتج السنة دي ان شاء الله عمل كان استاذ اسماعيل كت كت بداء يعني مش بداء يعني عندنا الورق وكنا ماخدين الموافقات ومعرفش ايه ومعامل علي بريزنتيشن ضخم وعمل ضخم فربنا قدرني وعرف اكمل المسيرة عشان خطر ولاده عشان يبقوا عمله حجال بابا الا هو مش صعب لان انا التربية دي اسماعيل انا اسماعيل مربيني زاوزة ولاده يعني مش لا مش صعب ان شاء الله مش صعب ان شاء الله مش صعب بس المهم اني تقدر يتحافزي على نفس المستوى اللي كان عليه لان اسم اسماعيل كبير قوي منفعش اي حد يوصليه ولا انا ولا غيري بس ربنا قدرنا ان شاء الله ربنا قدرنا وهو عشان هو عنده بنات بس فهو يا رب يقدرهم عشان هما عايزين يفضل اسم اسمعيل كتب موجود وان شاء الله هيبقى موجود الارضب بتسيطر على السينمائيين بسبب استبعادهم وتهمشهم في اعادة الهيكلة داخل مبنى مسبيرو وده الى نشرته جريدة المصر اليوم تحت عنوان نقيب السينمائيين يرسل خطابا لسيسي قال في محلب يتجاهلنا يا فخامة الرئيس اكد مسعد فودا نقيب السينمائيين انه لجأ للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتح السيسي بسبب تجاهل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لشكاوى نقابة السينمائيين وقال كمان انه ارسله ثلاث خطابات طالب خلالها بعدم تهمش نقابة السينمائيين والاستعانة بخبرات اعضاءها في التصوير والمنتاج والادارة داخل مسبيرو لكنه للأسف تجاهل الرد على الخطابات وقدر دهره للنقابة هنروح دلوقتي لاهم التصريحات الصحفية خالد جلال استوديو الممثل لا يعترف بالوساطة عزة العليلي مصير مسلسل ستائر الخوف لا يزال غامضا حتى الآن وسامة هيكل سنعيد النظر في سعر تأدير فندق مدينة الانتاج وتسعة مليون ليس رقما عبد الرحيم كمال مسلسل يحيى الفخراني الجديد ستتضح معلمه خلال شهر داليا مصطفى ارتباطي بمسلسل انعشئ سبب انسحابي من الجزء الثاني لسرايا عبدين احمد وفي قدمت فيلم قبل الربيع حبا في السينما من جريدة المصر اليوم عن تصريح للفنان اشرف عبدالغفور نقيب الموم السلين بيقول فيه فشل الصلح بين محمد رمضان والمنتج محمد سامير اكد الفنان اشرف عبدالغفور ان النقابة فشلت فيه الصلح بين الفنان محمد رمضان والمنتج محمد سامير بسبب اصرار وتمسك كل طرف بموقفه وان جلسات الصلح بالاسف مقدرتش تقرب وجهات النظر بينهم وسبب الخلاف هو تراجع الفنان محمد رمضان عن القيام ببطولة مسلسل من انتاج الشركة اللي بيمتلكها محمد سامير والاسف اعتذاره عن الوفاء بشروط التعاقد وده الامر الوضع الشركة في موقف صعب خاصة انها كانت بتفكر في انتاج المسلسل لعرضه في شهر رمضان القادم هنروح دلوقتي لاهم الاخبار السريعة احالة مدير التسويق والعلاقات الدولية بمدينة الانتاج الاعلامي الى التحقيق استكمال تصوير فيلم السويسري في الغرداءة لعرضه في نص السنة شمس الكويتية تخوض تجربة الدراما الاولى مع طارق لطفي عرض الجزء التاني من مسلسل سلسال الدم في مارس القادم الأسر للسانما الافريقية يفتح باب الاشتراك للأفلام اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع ليكم مرة تانية علشان يكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة استنونا النهاردة عن الفيلم الجديد ناشط فحرك تايال والفيلم للأطفال ومعروض حاليا بأربعين دار عرض بمصر واثناشر دار عرض بدول الخليج الفيلم بيعتبر عودة حقيقية للسانما ودراما الأطفال في مصر بعد الأسف اختفاءها لسنوات طويلة بيشارك في بطولة العمل مجموعة من الأطفال منهم أحمد جاسر وبيشارك كمان في مجموعة من الفنانين الشباب منهم خالد حمزاوي وأحمد فتحي وتناول مؤلف العمل محمد إيناوي أكتر من قضية تهم الأطفال وقام بإخراج الفيلم أحمد فوزي واللي كلمنا عن الفيلم وعن تحمسه للتعاون مع الأطفال طالوا مع بعضنا نلتقي بمخرج العمل نلتقي كمان بمنتجه ومؤلفه في تقرنا الي جاي احنا نقطف عيل تاني ونطلب من أهل وفلوس نبتركم السجل وعمل تجيبه في الشيار ومش جلت والسجل خلاص صدق يا أحمد إن أنا من زمان قوي كان نفسي أروح كبري وتفرج على رأسك خلح مؤخرا في دور العرض فيلم ناشط في حركة عيال وبتدور أحداثه حول شابان بيتخرجوا من الجامعة وبيحلم كل واحد منهم بعمل مصنع فيلجأ لخطف طفل من أسر غنية ويطلب فدية لتحقيق حلمه الفيلم بطولة خالد حمزاوي وأحمد فتحي وفق أمر وصفيا ومجموعة من الأطفال والإخراج لأحمد فوزي الفيلم اسمه ناشط في حركة عيال الفيلم هي تجربة وفكرة جديدة إحنا عايزين نقول إن إحنا ممكن نعمل حاجة لطيفة فيلم فيه جودة وفي نفس الوقت ما فيهوش أرفوز خارجة ما فيهوش صورة وسيء للعين ما فيهوش يعني حاجة زي ما بيقوله نظيفة يعني ما حدش يقدر يبقى مثلا بتفرج على الفيلم في السينما وكده فيبقى مستقمن لفزي يسمعوا مستقمن صورة معينة بيشوفها بيلاقيها مش مش كويسة يعني فيلم للأسرة المصرية أنا لما باخد مراتي وولادي نتفرج على الفيلم يعني يبقى مستريح إن هم بتفرجوا على حاجة ما فيهاش لفظ ما فيهاش صورة ما فيهاش حاجة تسيق للفن ولا البلطاجة ولا الحاجات ازي كده نظرا للظروف الأمنية اللي احنا كنا بنمر بيها والسينما اللي فاتت كلها اللي شفناها في وقت يعني جزء كبير منها كان بلطاجة وحاجات لدرجة إن الأولاد في الشوارع بقت يعني بتقلد النجوم لإن طبعا تحركي عرفها النجم ما هو إلا إن الأطفال تقلدوا بيقتدوا بيكا يعتبر قدوة يعني حط اللي التلفون على صرصور وادنك شوف هجولك إيه هو هتقول له توت نونو 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 بتعيط ليه نونو 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 زعلان كده ليه انت عايز إيه بقى مطقصة داي تغني ولا تحضر تنسوا ايه ممم وجازنا كحب حاجة بتطلع عايح حاجة أنا عندي كل دور بينادي صاحبه يعني أنا بعمل تسكين بتبقى قدامي الترشحات كل دور بينادي صاحبه لقيت الأدوار الناس دول هي دي اللي تمشي معاهم يعني بس يعني هما مش نجوم صفي تاني بالعكس أنا عندي حمزاوي ده نجم وعندي أحمد فتحي طبعا نجم ولو أعمال تقلق فيها جدا في رمضان بصراحة وعندي وفاق أمر كانت لو حضرتك عارفة كانت هي في مسلسل ابن حلال كانت برضو دور بطولة كان دور كويس جدا الأطفال الصغيرين كانوا متميزين جدا والحقيقة يعني أنا لقيت كل دور فيهم كان يعني لايق على صاحبه إحنا عايزين نقول من القصة أن لازم واحد يبقى عنده طموح ما ينفعش الطموح يقف عند حد معين ده ولد مهندس خريجة هندسة نظرا أن ظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد لقى نفسه بشكل سيكوريتي في فيلا فهو نفسه أمله حلمه يعمل مصنع ويشغل فيه 300 عامل يعني ينفذ دراسته اللي قضى بيها بقيت عمره فجات له فكرة كده أنه نعمل فورفان يعني أنه يخطف ابن صاحب الفيلا اللي هو بيشتغل فيها لأنه نظرا لأنه قاعدوا سنين ما يخلفوش وبعدين جاءوا الولد ده غالي عندهم قوي وابتدى بقى هو خطف ولد واثنين وتلاتة وبعدين ابتدى يحقق لهم بقى أحلامهم يعني يشوف إمنيات الأطفال إيه لأنه هو أصلا مش مجرم إنما هو كان عايز يخطف الأطفال دول وما يوسقش التعامل إليهم ويرجحهم لأهليهم وياخد منهم فلوس ويشغل الفلوس ويرجعلهم بعد ما يكسب أصل الفلوس لأهليهم يعني فكرة طبعا خيالية يعني هو طبعا أنا ما بننديش بكده ما بنقولش لحد يعمل كده إنما الفكرة اللي جات في ذهن المؤلف هي دي والله هي تجربة أول تجربة ليا فيلم نشط حركة عال اللي حلو فيها واللي عجبني الفكرة اللي مبدأي فيها إنه هو موجه للأطفال أفلام الأطفال قليلة جدا وفي نفس الوقت برضو غير الأطفال إنه بده مساحة يعني للموهبين من النجوم اللي هم النصر النجوم يعني اللي هم بالشباب إنه ياخدوا مساحة لتجديد السينما شوي بالنسبة للبطولات وكلام من يعني عندنا في الفيلم أحمد أحمد فتحي وخالد حمزاوي وفق أمر كلها إيه وجوه شابة يعني جديدة فمحتاجة مساحة في العمل السينمائي يزوروا فيه موابطهم أكتر وعجبني فكرتهم طبعا موجه الأطفال كوميدي إنه زيقت من الدراما ومن الأكشن وكده فده كوميدي لازم تبقى ناقصة علشان تعرف إن فيه دنيا تانية كاملة عند ربنا سبحانه وتعالى هو طبعا الانتاج في الفترة دي صعب جدا وبيتكلف مبالغ جامدة بس ده ما يمنعشي إنها تجربة كويسة أنا بالنسبة لي يعني هو غير إنه عامل فني طبعا ده حسابات برضو يعني غائية منها الربح والمكسب لكن هي في الأول وفي الآخر تجربة بالنسبة لي جميلة عجبتني لأنه طبعا أنا دخلت فيها برضو بظروفة لأنه أنا أصحب كثير من المخرجين والأستاذ أحمد فوزي منهم فحضرت الكوشنات كدير وكده فقلت المجال ده محتاج إن يبقى فيه شغل جديد وحركة أكتر من كده وننشط الدنيا شوية بالنسبة للأفلام اللي هي الأسرة السينما النظيفة يعني نرجع تاني لزا من السينما النظيفة اللي هو ممكن تاخدي أولادك تاخدي أخواتك الصغارين تاخدي مراتك وتوقي رايحة فيلمي مش قلقانة منه أو إنك تسمعها حاجة لفظة أو يعني أي حاجة جرحة أو تخجلي منه محتاج إن للسينما في الفتر الجادي أفلام نظيفة للأسرة المصرية تقدر تلجع تاني للسينما والنجوم ما بتالتش نجوم اللي النجوم بتبلغ خطوة بخطوة وكل واحد بتدي ياخد يعني بيعمل بتدي يعمل عمله فتكرار العمل ونجاحه هو اللي بيعمل نجم وطبعا أجره النجوم الكبيرة طبعا أجرها علي جدا كبير على إننا ننتج له فعشان كده أنا باعتمد على الصف التاني من النجوم اللي هما مستقبلا يكونوا يعني إيه هايبوا برضو نجوم زي اللي هما موجودين دلوقتي هو الموضوع على فكرة مش مش مخاصة يعني ما بيتناولش بس موضوع خطف الأطفال كويس؟ هو الموضوع الليه أكتر من شق كويس؟ أولا معاناة الشباب اللي هما بيدرسوا حاجة وبعدين بيطلعوا يصطدموا بالواقع فبيشتغلوا حاجة تانية كويس؟ المعاناة اللي بيعاني منها الشباب اللي بيشتغل بأجر زهيد جدا ما بيكفهوش حتى ان هو يوفي التزاماته العادية تمام؟ بنحاول نعمل ثبوت كده على دور الدولة كويس؟ في ان هي مفروض ترعى الشباب لان الشعوب والدول بتتقدم بشبابها كويس؟ فطبعا نتيجة الظروف السيئة للشباب فهو البطل بتاعنا في الحدوتة انحرف ببال حضرتك وفكر في ان هو يخطف اطفال صغير عشان ياخد من قسارهم يعني فلوس ويبتدي يعمل بيها مشروع عشان هو نفسه يشتغل مهالس مع الاطفال بالعكس الاطفال هما في مجموعة متميزة هما موغوبين يعني بنشتغل معهم شوية اكتر بتركيز وبنثبت الحاجات فهما بيبقوا كويسين الحمد لله يعني بيها بتاخد مجوود اكتر شوية ممكن دي محاولة مننا ان احنا سينما للاطفال دي مهمة جدا في العالم كله فلازم نقدم لهم حاجات نوعية وطبعا النجم بيبقى زهوته اكبر وبيجيله طبعا يقبل اكبر ولكن هو تقديم العمل هو واحد بالنسبة لاطفال النجمة او لسه الشباب طرعك ديد او كده وهو مهمة جدا ان احنا نقدم سينما للاطفال يعني ويكون قبطالها اطفال كمان البيت دي انت اطلع لي منك والشباب طبعا قابلك نتقابلك في البيت حط اللي التليفون على صرصور وادنك شوف هجولك ايه هنا ده هو هتقول له توت هما اتنين صحاب اه اتنين صحاب اه غلق بقى و اه نفس الدايرة اللي احنا عايشين فيها ان هما مش لقين فرصة عمل والدنيا كل واحد عنده ازمة فصاحبه بيقول له احنا هنخطف اطفال وكده فهو بيرو ازاي يعني بيقول له لا احنا بعد ما نخد الفدوس هنرجحها وحاجات كده وده ما بتحققاش طبعا بس هما عشان طيبين وكويسين بيعانوا الاطفال كويس لدرجة ان الاطفال اللي بيخطفوهم بيحبوهم كتير من الفنانين بيصعوا دايما للعالمية وكمان المطربين مؤخرا انتهت المطربة اللبنانية هيفاء واهبي من تصوير كليب جديد مع المخرج العالمي ومصمم رقص عالمي في احدى المزارع في امريكا والاول مرة في الكليب هنشوف هيفاء بتغني باللغة الانجليزية ومؤخرا طرحت هيفاء على الانستجرام برومو كليب بها الجديد تعالوا مع بعض نشوف جزء من البرومو ونرجع ليكم مرة تانية علشان نكمل باقي حلقتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السويس بوتروس دانيال القيمة الحقيقية للانسان ليست في احساسه بنفسه بل في عطاءه للناس الفنانة اصالة تجملوا بارواحكم قبل اشكالكم فلا يكتمل جمال الورود دون عطرها الفنان محمد رمضان وقعت مؤخرا على طولة مسلسل جديد وانتظروا واحد سعيدي قريبا خالد سليم مشغول بتصوير سيرة حب مع الفنانة سري عبد النور لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة استنوني كل يوم في نفس المعاد من سبت للاربع وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان وعلى صفحتنا كمان على تويتر اشوفكم بكرة ان شاء الله